حافظ من جديد ضعنا بصورة آخر التطورات والتحركات الحكومية في نابلس المحتلة نعم مهند حقيقة في داخل محافظة نابلس يجري اجتماع برئاسة عطوفة المحافظ للإعلان عن ما سيجري داخل المدينة بعد إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية عن إغلاقها لمدة 48 ساعة هذا بالإضافة لإعلانه عن إغلاق محافظة الخليل بأكملها وإعلانه عن منع التنقل داخل المحافظة لمدة خمسة أيام على أن تبقى الأفران والمخابز والصيدليات والسوبر ماركتات مفتوحة نتحدث أكثر عن الإجراءات على الأرض مع نائب محافظة نابلس سيدة عنان التيري سيدة عنان بعد تسجيل 23 إصابة في المحافظة منذ يوم الخميس ماذا ستفعلون بعد إعلان إغلاق المدينة؟ حقيقة ازدادت عدد الإصابات لتسجل قبل قليل ثلاث إصابات جديدة ويصبح العدد 26 إصابة لم تشهد محافظة نابلس هذا الارتفاع في عدد الإصابات خلال 48 ساعة مما حذبنا التوصية لدولة رئيس الوزراء بإعطائنا فترة على الأقل 48 ساعة تتمكن من خلالها تواقم الطب الوقائي رسم خارطة المخالطين والخارطة الوبائية وتتبع كافة هؤلاء المخالطين حرصاً على صحة وسلامة المجتمع وحتى أن نحاول الحد من انتشار الفيروس اليوم سنعلن أنه في الساعة العاشرة من هذا المساء سيكون هناك إغلاق تام للمدينة منع للحركة والسماح فقط لأصحاب الصيدليات والمخابز والبقالات وأن لا يكون هناك تجول حتى لمن يريد أن يحضر أغراض بيته إلا من شخص واحد حتى يتسنى لنا القيام بواجبنا هذا أيضاً خلال ساعات النهار يوم غد وبعد غد؟ هذا سيستمر لمدة 48 ساعة لكن أيضاً هناك إجراءات أخذها دولة رئيس الوزراء على مستوى الوطن وهذه الإجراءات بمنع الأعراس ومنع بيوت العزاء وبعض التجمهرات الأخرى تحت طائلة المسئولية القانونية لحتى نحد من انتشار الفيروس سيد عنان عن عدد المخالطين هل هناك عدد كبير من المخالطين وما عدد العينات التي ننتظر ظهور نتائجها في محافظة نابلس في ظل هذه الإجراءات التي كانت بها كثير من التسهيل وعدم التقيد نعم حافظ أبو صبرى من نابلس المحتلة شكراً جزيلاً